موسيقى لسنا مكملين معاكم متابعي العزاء بقى فكارتنا في حلقة اليوم بالحديث عن الكيك ديكوريشن أو تزيين الكيك هو من الفنون الجميلة والمبدعة واللي بتحتاج فن وإبداع ولمسات إبداعية كده والمصمم الشاطر هو اللي يقدر يختار الألوان وتصممات الكيك المناسبة لأي بارتي أو أي مناسبة بتكون فيها والحقيقة ده اللي اتميزت وأبداعت فيه ضفتنا اللي منوران في البداية جديدة سلمة إبراهيم كيك ديكوريشن شعير أهلا بك يا سلمة إبداعية جديدة الأخبار كله تمام طيب يعني في البداية حابين نتعرف عليك أكتر وبتالي دخولك بقى مجال تزيين الكيك وصناعة الكيك بشكل عام أنا اسمي سلمة ومتخرجة من جامعة الألمانية إدارة أعمال كانت الميجر إيكينوميكس و أوبريشنز وكانت أنا في الأول وأنا صغيرة بحب جدا الشغال اليدوية الكروشي والتريكوب الحاجات دي فأنا دايماً موما كيت تعلمني الحاجات اللي هي اللي بشتغل بالإيد وكده فدايما كنت نمى الموهبة عندي يعني وبعدين بقى ابتديت إزاي بقى أن أنا كنت بعد ما خلصت الجامعة اشتغلت في بنك وبعد كده مدرسة وبعدين بقيت حامل فسيبت الشغل كله وبعدين بقى ابتديت كوب كيكس الأول وبعد الكوب كيكس بقى جي ولد وعايزة بقى أعمل عيد ملاد ابني الأولاني وقررت أنا وجوزي نعمل كل حاجة الكاندي تيبل وكل حاجة وكل الديكوريشن وكله وبعدين فرقت على الفيديوهات كتير قوي وعملت الكيكة وامبهرنا جدا وكده بس كانتش ما كانتش فيها يعني الفنش اللي أنا كنت عايزة كانتش بالمستوى اللي احنا بصموه بالوقت بالضبط فكنت بعد ما خلصت بقى كنت مدقية وعايزة يعني أوصل اللي أنا بشوفه في الصور وكده وبعدين عدت فرقت على الفيديوهات كتير وصور وكده وبعدين بالصدفة لقيت منزلة نيبتدي كورسز لأن أنا زي أساسيات الكيك وكده وبعدين أخدت الكورس وكنت مبسوطة جدا جدا والكيكة طلعت طحفة ومكنتش مصدقة والمدربة كانت هلب في القوي ويعني كانت بتسعيدني جدا في أن أنا عمل الكيكة وعملت فعلا الكيكة وطلعت حلوة جدا وقرايبي يتبسطوا جدا بيها وبعدين من ساعة ما عملتها بقى واتبسطت فأنا قلت هو ده اللي أنا عايزاه هو ده اللي أنا عايزة تكمل فيه خلاص هسيب بقى دارة أعمال واسيب تجارة واسيب كل الكلام ده وركز في القوب كيك بالضبط وقدرنا نوصل للمستوى البروفيشنال اللي نجمع في الوقت ده بالحديث بقى عن المستوى لصنال وانت أسست برانده اسمه جور ميكوب كيك انت بقى أسست البراند ده وهو دلوقتي مسلا الخدمات اللي بقديمها ايه أنا أسسته من ثلاث سنين كان ابتدى الكوب كيك وكده وبعد كده بقى لما بعد ما خدت الكورس وابتديت تمكن جدا ان انا عمل كيكة بروفاشنال وانزلها على البيتج وفعلا لما جي كرارها تطلع بنفس الكواليتي بقيت هي دي بقيت المين يعني المنتج الأساسي بتاعي تبقى كيكس وجنبها بقى كوب كيك أو كيك بوبس أو كوكيز والحاجات دي كلها بس فبتدينا بقى نشتغل ووما لازالك طيب الكيك دوكوريشن ده فن كبير فأي حد مسلا ممكن ان هو يدخل واشتغل فيه كبيزنس ولا الموضوع بتطلب فن بقى وموهبة وان انا اشتغل على نفسي أكتر واشوف كورسز هنا وفيديوهات هنا علشان اقدر اتطور من نفسي هي أهم حاجة قبل الكورسز خالص لازم تكون في موهبة لازم يكون فكرة الموهبة عندك لازم تكون موجودة بلاس بقى الصبر يعني هي الكورس يعني سوري المجال ده والشغل ده محتاج جدا ان هو صبر لان احنا بنمسك يعني عشان نعمل فجر فوق الكيكة احنا محتاجين نعمل يعني ناخد حتة يعني عجينة سكر وان في الاخر تطلع بإمبوت فجر شكله حالو فذي اهم حاجة في الموضوع موضوع ده مش سهل خالص بياخد وقت كبير فأنا طبعا انا في الاول ما كنتش يعني ما كنتش عارفة انا هعرف ولا لأ وكنت باخش على الفيديوهات وعرف ازاي بتتعامله كده بس اتفرجت على الفيديوهات كتير قوي وعرفت يعني اتعلمت التكنيكس كتير والتكنيكس دي هي اللي فعلا خلتني اعرف يعني بعد كده دلوقتي بقيت لما اي حد يبعاتلي كيك وعليها فجر معين بقيت بقلده ما بقيتش بقى اخش على الفيديو واشوفه بيتعامل ازاي وكده بقيت ان انا خلاص يعني متمكدة ان انا اعمل فجر بقى كلها عندك واحنا خلاص بنا حد متماكن انا خلاص اه الحمد لله اقدر اطلع اي شكل اي حد يبعاتلي بالزبط الحمد لله بالزبط كده طيب الصعوبات بقى اللي وجهتك في المجال ده خصوصا انك شغالة اولاين اه الصعوبات بقى كانت كتير بقى ان هو المجال ده فيه يعني ناس كتير اوي في داخله في المجال بس الناس اللي بتهتم بالتفاصيل دي ناس قليلة اوي فانا كنت دايما لما بتفرج على الكيكات وكده كنت دايما يعني عايز اوصل لان انا لما كيك عملها تطلع يعني professional ومزبوطة جدا وانا اصلا شخص بتهتم بالتفاصيل اوي فانا يعني كنت عايزة كيكة تطلع في الاخر تطلع تحفة فنية فانا دايما باهتم بالتفاصيل فدي دايما يعني الحمد لله دي ان الحاجات اللي خلتني يعني بقى شطرة في المجال بتاعي بلاس طبعا الطعم يعني انا قبل ما ابتدي كنت لازم بقى طعامة كتير اوي وماتيريال كتيرة واوصل للماتيريال اللي فعلا طعمها هيبقى تحفة بلاس بقى بعد كده بقى نعمل الكيكة ونعمل الفجر ونعمل الحاجات اللي عليها عشان يبقى كل حاجة انا اعزا اقولك انك هتنورنا تاني في البرنامج نحن طبعا ما جبتلناش عينات من الكيك ان شاء الله مارك جاية ان شاء الله جاية جابلنا والستوديو كله والاسطاف كله اكيد اكيد ان شاء الله نحكم بقى على الطعم نشوفنا الصور بصراحة صور جميلة جدا وشغل بروفيشنال بقى احنا لازم ندق بقى ونحكم احنا ان شاء الله اكيد المرة جاية ان شاء الله شاركت في معارض قبل كده اوه شاركت في تلات معارض كانت بازارات بس كانت في الاول مع الكب كيكس اللي انا كنت بعملها دي كانت ينفع متاحة ان انا اعرف انزل بيها لكن دلوقتي انا يعني الاساسي بتاعي كيكات فالكيكات دايما مش هينفع انزل ببازارات وكده للكيكات فبقيت بقى يعني الدعاية بتاعتي بقيت هي السوشيل ميديا بقى وكده فهو ده اللي انا يعني ما بنزلش بازاراتي يعني دلوقتي خلاص طيب دلوقتي مثلا انا كعميل او انا حد شفت الشغل بتاعك وعجبني وانا مثلا شفت كيكة معينة على السوشيل ميديا بشكل عام وانا حبيت يعني اعمل زيها بالزبط فانت تقداري تعملي الاستامبة دي بكل الوان وكل التفاصيل اه اه بالزبط يعني انا اول ما حد بيبعتلي الصورة بزوم عليها وشوف كل ديتيل فيها قبل موافق لازم بشوف كل تفصيل فيها وشوف هل دي انا هعملها بنفس الشكل ولا لا قبل مما قبل لازم بشوف الاول الطريقة ده هعمله لا ولا لا ده هعرف عمله عندي المتيريال اللي انا هستخدمها يعني عندي التولز اللي انا هعمل بيها الفجر دي ولا لا وبعد كده اوافق يعني فالحمد الله يشورك يا رب ان انا دلوقتي تمكنت يعني ان انا يبقى عندي المتيريال وعندي التولز اللي انا اعرف عمل بيها اي كيك حد بيقولي عليها يعني طيب نجاح اي فكرة او مشروع بشكل عام بيكون ورا داعم ليكي تكلمينا بقى عن الدعم اللي كان مصدر دعمك وكان مصدر الهامك انك توصل للمكان دا سواء قريبك بقى او عيلتك وكلمينا بقى عن الدعم دا او ماذي اهم حاجة في حياتي بقى دلوقتي اللي هم فعلا هم يعني اللي وصلوني اللي انا في دلوقتي يعني بدونهم ما كنتش عارفت عملت اي حاجة هم اصلا يعني انا اصلا في الاول كنت خايفة يعني ما يوافقوش ان انا اخد الكورس بتاع الاولاني دا بس الحمد لله لقيت ترحيب وكانوا مبسطين جدا فالحمد لله راحوا يعني وفقوا بيها ورحبوا جدا بالفكرة واخدت الكورس وهم بقى اللي بيساعدوني وهما لو في كومنتات بيبقى عايزين يكون احسن بيقولولي كومنتات حتى لو واحش او كده بيقولولي عشان يبقى احسن بعد كده ودي فعلا حاجة انا عايز اقولها لكل الناس ان لما تلاقي حد بيعمل حاجة حلوة كلمة يعني ان انت تقوله انت اللي انت بتعمله دا حلو دي بتديله دفع فضيع دعمه بتحفيز كبير بالزبط طاقة معنوية بالزبط اللي هو عمله دلوقتي يعني اللي بعد كده لما هيعمله هيعمله زيه او احسن كمان لان فعلا الكلام بيدي دفع معنوي فضيع للناس يعني بالزبط كده طيب بقى يعني فترة الكورونا او الحجر المنزلي كانت ليها انطباع ايجابي ليك عادين بقى في البيت ومتطبص لشوله كله بقى واحنا عادين متفرغين لشوله دا هي 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 الموضوع الحمدلل لاي ماوقفش يعني باس هي الموضوع بقى ايه لما حد الوقت كان زمان بيطلبوك كيكات مثلا ايه عشرين خمسة و عشرين فارد تلاتين لا في الكورونا بقى أربع أفراد ثمان أفراد عشان هما بيبقى هما اللي بالعائلة اللي بس اللي في البيت بس أنا بقيت بقى طبعا في البيت بعمل الاحترازات طبعا يعني بقى مثلا لابسة جوانتي والكمامة وأنا بشتغل بالحاجات دي عشان الموضوع بقى يبقى يعني أبقى متطمنة وأنا بذي الكيكة للشخص ده إن أنا إيه إن أنت في إيد أمينة يعني طيب جميل جدا نختم بقى فاكرتنا بالحديث أو بسؤال مهم هو أهدافك بقى المستبلة في المكان في المجال ده إنت قلت إنك شغالة أولاين وهل بقى يعني فيه نية إنك تفتحوا معرض مثلا أو لوكيشن أو حق غصى بيكم ولا إيه الدنيا هو أنا نفسي طبعا يعني نفسي الموضوع يكبر ونفسي إن أنا أبقى يعني معروفة والناس تبقى مثلا أول ما يشوفوا الكيكة دي يعرفوا إن الكيكة دي من جور ميك أب كيك فأنا يعني نفسي جدا أكبر ونفسي الناس تشوفني أكتر ونفسي الناس تدوء من الحاجات بتاعتي عشان أنا يعني إحنا كلنا نفسي ندوء برضو المرة جاية إن شاء الله تجبيننا هنا أعيناء كثير من الكيك إن شاء الله يعني بحسنة هي الحمد لله يعني تبقى دايما مصدر سعادة للناس يعني فإن شاء الله يعني بعد كده بقى حد كبير يعني إن شاء الله بإذن الله تكبري وبرنامج بداية جديدة يكون بداية جديدة لكي إن شاء الله يا رب زي مش هادين نطلع آخر فاصل معانا في حلقتنا النهاردة ونرجع نكمل معاكم أرجوكم قبكم معانا